هنا من منطقة الحجر الصحي الأكبر في الكويت منتزه الخيران الذي يتواجد فيه 700 مواطن كويتي قدموا من مناطق موبوعة في هذه البوابة تحديدا يتم تفتيش أمتعة القادمين من هذه المناطق الموبوعة وكذلك تأمين المنطقة لكي لا يدخل إليها أحد أو حتى يخرج لم نستطع الدخول للمنتزه بسبب الإجراءات المشددة لكن رصدنا الوضع من بوابة الدخول هنا أكلات أوصلها متطوعون للمحجورين صحيا العدد كبير يحتاج إلى أن الشعب الكويتي وأصحاب الشركات والجمعيات والنفع العام أن يقف مع مؤسسات الدولة فقمنا بهذا الدور بعد أن جتنا كثير من الاتصالات من الأهالي عندهم نقص فيه كثير من الأمور أما أهالي المحجورين فحركتهم لا تتوقف ربما يوصلون أغراضا لأهاليهم وربما أتوا للإطمئة لا تيب ولا أي شيء يعني البارح كنا بني أنا مع بنتي فأرفضت قالت عندنا كل شيء موفرين لنا الحكومة وأهل الكويت المتطوعين من جميع شراح المجتمع الكويتي خرجت هذه السيدة من الحجر بعد التأكد من سلامتها بعد أن قضت أياما خمسة إضافة للأيام التي قضتها خارج الحجر قبلها رصدنا لقاءها بأسرتها بعد أيام من الغياب عنهم سويت فحص في مستشفى جابر أول ما دخلت لمجرد الإطمئنان أنا ما فيني أي أعراض يعني أنه تكون يعني في بس لكن في الإطمئن بس فسوينا فحص ويأينا هنا الشاليهات الثاني يوم قبل أن أطلع كان فحص روتيني أن أنا أكون سليمة سوالي السواب والنتيجة طلعت اليوم الحمد لله واليوم أنا طلعت 220 وحدة سكنية ممتلئة من أصل 236 في الخيران ما دفع وزارة الصحة الكويتية للاستعداد إلى افتتاح محجر صحي آخر استباقا لوصول رحلات أخرى من مناطق موبوعة عبد المحسن الحربي الحدث الكويت